بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله يا شباب في الجولة الثانية من تحدي الممالك الثلاث الحلقة اللي طافت شفنا خروج صديقنا عبدالله والآن الموجودين معانا أخونا حسين وأخونا سليمان وسعد ومعاد وفيصل الجولة الثانية هي جولة السرعة راح نستخدم نفس الطريقة في الضغط على الزر بس الآن ما نعلاقه بالانتقالات الآن الأسئلة راح تكون سؤال عادي يعني معلومات عامة ليجاوب يأخذ النقطة أو شيخنا راحب بشابة ما راحبت الشباب حياك الله حسين الله يحييك يبقيك سنيمان حياك الله حييك الله حييك الله حييك الله حييك معاد يا هلا مرحبا الشباب مرخنا فيصل شونك يا هلا يا بغايت نبدأ بالجولة السؤال اللي أخلكم جاهزين يا شباب من هو المسؤول الذي غير اسمه احتراما لخال اليوبي الإجابة عند بسعد تفضل بسعد منقدة منقدة الإجابة صحيحة عندك نقطة نفس فكرة الجولة اللي طافت اللي جمع ثلاث نقاط يتأهل سؤال الثاني حسب أحد المصادر التاريخية خسر هذا الرجل أنفه بعد المعركة من هو؟ فضل بسعد شونك سنزان لجابة خاطئة عندك يا فيصل شوني شونك شوني شونك لجابة صحيحة مسؤول للامتادات في معركة كواندو المصدر التاريخي هو تسومان جون موها مصدر دقيق بس هو يعتبر مصدر تاريخي طيب السؤال اللي بعده كم عدد الامبراطوريات منذ ثورة الأوشحة الصفراء إلى توحيد البلاد؟ فضل يا فيصل كم عدد الامبراطوريات؟ عندك إسليمان اه أربعة أربعة الإجابة خاطئة ليس أربعة ولا خمسة ولا ستة عندك يا حسين إيمانيا الإجابة خاطئة سعد عندك إجابة سبعة سبعة الإجابة صحيحة مملكة إمبراطورية وي و...... شو يوان شو على نفس الامبراطور امبراطورية الهان والانطرية الجن اللي وحدت في البلاد وتشيوشوان اللي هو حليف توشيان أي سبع إمبراطوريات السؤال اللي بعده من نصح بتوظيف كونكسندو هيصل هيصل عندك الإجابة شورونك شورونك الإجابة صحيحة السؤال اللي بعده من هو قائد جيش النمل عندك يا معاذ تفضل اه شانك جيو قاعدة روشات سفراء شانك جيو صحيح ستجل نقطحك قاعدة روشات سفراء صحيح نقطحك معاذ سؤال اللي بعده خلكم جاهزين في فترة الممالك الثاث من هو سليل كونفوشيوس عندك يا فيصل عشرة تسعة ثمانية ستة أمسة أربعة ثلاثة نين صندية لا خطر عندك يا سعد كونقرونغ لنا مش خسنة معاه الفترة الأخيرة كونقرونغ الإجابة صحيحة صحيح كونقرونغ سألت 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 من هو صاحب خطة البوابات المزدوجة عندك يا فيصل ويان ويان الجابة صحيحة نقطة عند فيصل فيصل عندك ثلاثة نقاط فيتأهل للجولة اللي بعدها طيب السؤالي بعدها من هو الجنرال الذي خدعت سوبي بصور مزيف فرض المعاذ معاذ شوشينج شوشينج الجابة صحيحة الآن معاذ عنده ثلاثة نقاط معاذ يتأهل تكمل التحدي مع سعد سليمان وحسين اللي بعدها خلوكم جاهزين يا شباب من هو الجنرال الذي تظاهر بالجنون ليتجنب العقوبة من سعد جوهواذ جوهواذ الجابة صحيحة عندنا نقطة صحايح صحيح سعد عنده ثلاثة نقاط تأهل الآن يستمر التحدي ما بين سليمان وحسين خلوكم جاهزين يا شباب صب đó السؤال اللي بعدها من صاحب الحاجب الأبيض عند سليمان ماليانج ماليانج إجابة صحيحة تجل الا نقطة صب Itu السؤال اللي بعده من صاحب اللحية الشقراء عند سليمان توجنج توجنج إجابة صحيحة ابنت سوłych بسرعة قبل الله سليمان يجيب نقطة واحدة أقول لكم جاهزين سؤالي بعده عن صاحب اللحية البنفسجية عند سليمان تفضل سليمان سون كوان سون كوان صاحب اللحية البنفسجية والآن حسين اتوقع خلاصه الوحيد المتاهل شوف كلهم متاهلوا هارض لك حسين خلاطك العافية طبيع الله يافيك سامكون عن الكسور مامونكسور 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 انت الحين شو ردت فعلك ان السؤال الاقصاء مالك كان عن اللحية البنفسجية هذه اللي قهرنيك المشكلة لينينا أجز بس يطلق ايجي متأخن مو مشكلة الله ما علي عاوضنا بيك ان شاء الله طيب يعطيكم العافية جميعا على المشاركة شكرا يا شباب على حضوركم شكرا للمتابعين على المشاهدة الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم لا تنسون تضغطون على العجاب واشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا نشر الفيديو وانتظركم في الجولة الثالفة مع المتأهلين فيصل ومعاظ وسعد وسليمان فمان الله شكرا